شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعينا إلى يوم الدين حديثنا في هذه الليلة يدور بإذن الله تعالى حول الانتظار المطلق والانتظار المشروط ونتحدث بإذن الله تعالى حول هذا الموضوع ضمن محاور ثلاثة المحور الأول المطلق والمشروط في الإطار الديني بنحو عام المحور الثاني الانتظار المطلق والانتظار المشروط المحور الثالث كيف نعيش حالة الانتظار المطلق أما بالنسبة إلى المحور الأول ما الذي يريده من الدين هل يريده منه المطلق أو يريده منه المشروط العنوان في أي مجال له دلالات كبيرة العنوان يمثل مرآة تعكس المعنوان العنوان على نحو الإجمال المعنوان يمثل التفصيل والعنوان يمثل مرآة إجمالية تعكس ذلك المعنوان التفصيل إذا لم يكن العنوان من هذا القبيل من هذا القبيل فالعنوان يعكس أهم نقطة في المعنوان إذا لم يكن العنوان من هذا القبيل الثاني فالمفترض على أقل التقادير أن يعكس أن يعكسل عنوان ينبغي التساؤل ينبغي التساؤل لماذا اختير هذا العنوان 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 هكذا يبدو لنا عادة ما هو عنوان هذا الدين هذا الدين الذي نؤمن به ما هو عنوانه عنوانه الإسلام هذا الإختيار يدل على أن الإسلام والتسليم له موقع مهم في هذا الدين الإنقياد التسليم المطلق الخضوع المطلق لله سبحانه وتعالى هناك آيتان في القرآن الكريم تتعلقان بهذا البعد الآية الأولى الله تعالى يقول إن الدين عند الله الإسلام يعني الله سبحانه وتعالى ما عند الدين آخر الدين عند الله سبحانه وتعالى هو الإسلام فقط لا يوجد عند الله تعالى دين آخر من زمان أبينا آدم إلى زمان نبينا الخاتم صلى الله عليه وآله لا يوجد عند الله سبحانه وتعالى إلا دين واحد إن الدين عند الله الإسلام اليهودية في يوم من الأيام كانت دينا لماذا؟ لأنها كانت تمثل مصداق الإسلام في عهد النبي موسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام دين الله وهو الإسلام تمثل في اليهودية في زمان نبي الله عيسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام دين الله وهو الإسلام هذا الخط الدائم الممتد تمثل في المسيحية فعندما ظهر المسيح اليهودية لم تعد إسلاما تققتوا؟ المفروض أنتوا أن تكونوا تابعين لما يقوله الطبيب الطبيب في المرحلة الأولى يجب يقول لكم يجب أن تسيروا على هذا النحو التسليم للطبيب كيف يكون؟ بأن تسيروا على ذلك النحو فإذا انتهت تلك المرحلة وبدأت مرحلة جديدة الطبيب وصف لكم أدوية جديدة فالتسليم للطبيب يتمثل في اتباع التعليمات الجديدة أنتوا إذا مشيتوا على التعليمات القديمة هذا لا يعتبر خضوعا للطبيب ولا يعتبر امتثالا لأوامر الطبيب اليهودية كانت إسلاما في مرحلتها وعندما جاءت المرحلة الجديدة مرحلة نبي الله عيسى اليهودية لم تعد إسلاما وإنما عادت تمردا على الله اليهودية في ظرف كانت إسلاما في المرحلة الثانية كانت تمردا المرحلة المسيحية انتهت وجاء خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله المسيحية التي كانت إسلاما أصبحت تمردا والإسلام هذا الدين الدائم المستمر تمثل في الإسلام بمعناه الخاص الإسلام العام تمثل في الإسلام الخاص إن الدين عند الله الإسلام ولذلك نبي الله يوسف على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام يخاطب الله سبحانه وتعالى ويقول أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالح الله تعالى يقول في آية أخرى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما الله تعالى في آية أخرى يقول حول إبراهيم وإسماعيل اجعلنا مسلمين لك فالإسلام ليس عنوانا لهذا الدين فقط وإنما هو عنوان لجميع الأديان الإلهية على مر التاريخ هذا يدل على أهمية التسليم المطلق لله سبحانه وتعالى الله يريد مننا التسليم الله يريد مننا المطلق الله لا يريد مننا المشروط نحن الذين نتعامل معهم إذا أنتو جبتوا مستخدم في بيتكم هل تريدون منه المطلق أو تريدون منه المشروط يهو منه تجيبون واحد مستخدم في بيتكم للقيام بشؤون ضيوفكم يتقولون لأي واحد يجي إلى بيتي جيب لك يقول لا اب كيفي كل واحد عجبني أجيب لك كل واحد ما عجبني ما أجيب لك ضيوفكم يجون يجي يخلي يم هذا يم الثاني ما يخلي لك تقبلون هذا تجيبون سايق تقولون في رأس الساعة السابعة أخذ أولادي إلى المدارس يقول لا أنا ساعة ستة أود أو أنا ساعة سبعة نايم ساعة ثمانية أود تقبلون هذا عدكم موعد مهم في طريق خالي تقولون لأ أنا عندي موعد مهم والموعد على وشك أي حول امشي بسرعة مية يقول لا أنا أمشي بسرعة خمسي في منعطفات جبلية خطيرة وعرض الشارع قليل وأمطار أكو ثلوج أكو تقولون لأ امشي بسرعة أربعين يقول لا أنا أمشي بسرعة مية وعشرين ماذا تفعلون بهذا المستخدم تفصلونه في اليوم الثاني إحنا في تعاملنا لا نقبل المشروط إذا ما فصلتوا تقولون بعد ما تتعاملون وياه أكو بعض الأفراد واحد ما يقدر يتعامل وياه تقول روح على شغلك لتكن في البيت ولكن بعد ما تتعاملون وياه الله سبحانه وتعالى يريد مننا المطلق العبادة عبادة الله يعني مطلق يعني أن تتبع مولاك لا أن تتبع هواك الشيء اللي يعجبنا نفعل الشيء اللي ما عجبنا منفعل إبليس ماذا كان منطقه مع الله سبحانه وتعالى منطقه المشروط الله سبحانه وتعالى قال أسجد لآدم قال هذا العمل أعفيني عنه الامتحان يظهر في هذا العمل ما يظهر في بقية النقاط أنتو عندما تريدون أن تختبروا شخصا تختبرونه في نقطة مشكلة معقدة هنا تظهر الحقيقة وهنا يظهر الجوهر ما يوافق هواك الشيء اللي ما يشكل إلك مشكلة في حياتك امتثال الله سبحانه وتعالى في تلك المنطقة في تلك القضية لا يشكل أمرا مهم المهم في المنطقة الحرجة الإنسان يطيع الله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام التسليم المطلق أمام الله هذه الآية الأولى الآية الثانية الله سبحانه وتعالى يقول وَمَنْ يَبْتَغِيْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَيْ يُقْبَلَ مِنْهِ وَهُوَا فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينِ هذه النقطة الأولى من نقاط البحث على نحو الإجمال النقطة الثانية الانتظار المطلق هو الانتظار المشروط أهل الكتاب الذين جاءوا وكانوا قبل نبي الإسلام صلى الله عليه وآله لهم تجربة مؤلمة في قضية الانتظار لا أقول كلهم وإنما كثير منهم وكثير منهم كانت لهم تجربة مشرقة في قضية الانتظار قبل مجيء النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أهل الكتاب كانوا ينتظرون الموعود الشيء الذي يظهر لنا من بعض الآيات أو من بعض الروايات أن جميع الأمم المتقدمة من عهد آدم كانوا يعيشون حالة انتظار وترقب أو شبه حالة انتظار وترقب لاحظوا هذه الآية الكريمة ولاحظوا ماذا يظهر من هذه الآية المباركة الله تعالى يقول وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ من هو هذا الرسول؟ هل هو الرسول اللاحق؟ أو هو خاتم الأنبياء محمد؟ احتمالاً في هذه الآية المباركة ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهِ قال أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَالِكُمْ إِصْرِي قالوا أَقْرَرْنَا قال فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَالِكُمْ إِصْرِي يعني أَخَذُوا الْعَهْدَ مِنْ أُمَمِهِمْ يعني آدم أخذ العهد من أمته نوح أخذ هذا العهد من أمته وهكذا جميع الأنبياء فجميع الأمم المتقدمة كما لعله يبدو من هذه الآية الكريمة كانت تعيش حالة انتظار نحن لا ننفرد بحالة الانتظار كل الأمم المتقدمة كانت تعيش هذه الحالة وفي رواية مذكورة في التقريب المجلد الثالث صفحة 104 روية عن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه إنه لم يبعث الله نبيا آدم ومن بعده إلا أخذ عليه العهد بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وآله وأمره بأخذ العهد بذلك من أمته جميع هذه الأمم كانت تعيش حالة الانتظار أو ما يشبه حالة الانتظار أهل الكتاب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله كانوا يعيشون حالة انتظار في كتبهم كانت البشارة بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل وفي آية أخرى الله تعالى يقول وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ كانوا يعرفون صفاته كانوا يعرفون ملامحه كانوا يعرفون سيرته كانوا يعرفون علاماته الموجودة على بدنه المبارك كانوا يعرفون كيف ينام وكيف يقوم كانوا يعرفون أسماء أوصيائه كانوا يعرفون صفات أصحابه راجعوا سورة الفتح الله تعالى بعد أن يذكر بعض صفات أمة النبي صلى الله عليه وآله يقول ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وضوح كامل كان أكوه بالنسبة إلى النبي الخاتم صلى الله عليه وآله كانوا يعيشون حالة الانتظار وليس فقط انتظار نفسي ترقب نفسي بل جماعة كبيرة منهم ما رسوا الانتظار عملا هناك رواية مذكورة في الكافي الشريف لا بأس أن أنقل لكم هذه الرواية حتى تجدوا أنهم كيف كانوا يعيشون حالة الانتظار هذه الرواية مذكورة في مرآة العقول المجلد السادس والعشرين صفحة أربعمية وثلاثة أذكر هذه كمقدمة حتى نصل إلى النتيجة النتيجة المؤلمة في بعض جوانبها والمشرقة في بعض جوانبها سند الحديث الكوليني عن محمد بن يحيا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن النظر بن سويد كلهم ثقات عن زرع ابن محمد واقفي ثقة عن أبي بصير ثقة عن أبي عبد الله عليه السلام فهذه الرواية تعتبر رواية من الناحية الرجالية الرواية موثقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال كانت اليهود تجد في كتبها أن مهاجر محمد صلى الله عليه وآله يعني المنطقة التي يهاجر إليها حتى هذه المنطقة كانت مذكورة في التوراة ما بين الجبل الكذائي وأحود بين هاتين الجبلين النبي الموعود سوف يأتي ويستقر في هذه المنطقة وهذه المنطقة هي منطقة المدينة المنورة فخرجوا لاحظوا كيف كانوا يعيشون الانتظار تركوا هم مهاجروا أيضا إلى تلك المنطقة انتظارا للنبي الخاتم الهجرة من أصعب الأعمار الهجرة يعني أنت كونت كيان في بلد تهدم وتقوض كل ذلك الكيان وتذهب إلى منطقة جديدة لا تعرف فيها أحد عملية معقدة ولذلك الأفراد لا يهاجرون إلا إذا يضطرون اضطرار المهاجرون قليلون إلا إذا ضغطك عليهم واحد طواعية لا يهاجر عادة فخرجوا يطلبون الموضع الذي سوف يهاجر إليه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله فمروا بجبل يسمى حداد أو حدد فقالوا حداد وأحد سواء أكو تقارب لفظي بين الكلمتين حدد أحد حداد أحد فتفرقوا عند ذلك الجبل عند جبل حدد فنزل بعضهم بتيماء منطقة وبعضهم بفدك وبعضهم بخيبر يهود خيبر لماذا جاءوا إلى خيبر يهود فدك لماذا جاءوا إلى فدك انتظاراً للنبي الخاتم صلى الله عليه وآله فاشتاق فاشتاق الذين بتيماء إلى بعض الاسم الموعود بين الجبل الكذاء وأحد هاي المنطقة هي المحددة هي التي يهاجر إليها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله فقالوا له إذا مررت بهما يعني بذينيك الجبلين فآذنا بهما آذنا يعني أعلمنا فلما توسط بهم أرض المدينة بالطريق عبر على المدينة المنورة قال لهم ذاك الجبل الكذائي وهذا أحد وهذه المنطقة بين الجبلين فنزلوا عن ظهر إبلح وقالوا قد أصبنا بغيتنا فلا حاجة لنا في إبلح روح على طريقك نحن نريد هذه المنطقة بين الجبلين وين حلوا؟ في المدينة الذين كانوا في تيماء جاءوا وانتقلوا إلى المدينة وكتبوا إلى إخوانهم الذين بفدك وخيبر إنا قد أصبنا الموضع الموطن المحدد وجدناه بين الجبلين فهلموا إلينا أتركوا خيبر واتركوا فدك وتعالوا إلى هاي المنطقة فكتبوا إليهم إنا قد استقرت بنا الدار واتخذنا الأموال وما أقربنا منكم فإذا كان ذلك يعني إذا ظهر الموعود فما أسرعنا إليكم فجماعة في المدينة جماعة من اليهود في فدك جماعة من اليهود في خيبر فاتخذوا بأرض المدينة الأموال فلما كثرت أموالهم الرواية مطولة ولطيفة إذا حبيتوا بعدين إقروها بعض أهل المدينة كانوا يؤذون اليهود اليهود كانوا يقولون لهم سوف يأتي اليوم الموعود سوف يظهر النبي الخاتم وكانت اليهود تقول لهم للذين يؤذونهم أما لو قد بعث النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ليخرجنكم من ديارنا وأموالنا كانوا يتعدون عليهم يأخذون أموالهم فلما بعث الله عز وجل النبي صلى الله عليه وآله آمنت به الأنصار وكفرت به اليهود وهو قول الله عز وجل وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا يعني يقولون سوف يأتي يوم الفتح وسوف ننتصر منكم أو يدعون بالفتح يقولون اللهم أظهر النبي الموعود حتى ننتصر على هؤلاء الذين يظلموننا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين ليش كفروا القرآن الكريم يجيب على هذا السؤال في آية أخرى القرآن الكريم في سورة البقرة يقول بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده انتظار اليهود كان انتظارا مشروطا المنتظر كانت له صفات معينة في نظره على قول الطلبة انتظارهم ما كان لا بشرط انتظارهم كان بشرط لا أو بشرط شيء كانوا يتوقعون أن هذا النبي يكون من طائفته من قبيلته يكون من ولد إسحاق لأن اليهود من ولد إسحاق وإذا بهم يجدون ذلك المنتظر من ولد إسماعيل لا من ولد إسحاق تحرك فيهم الحسد جماعتان فئتان حزبان النظرة الحزبية تغلف تفكير هذا الحزب المنطلق يكون هو الحزب أو العشيرة أو القبيلة كل الأمور ينظر إليها من خلال هذا المنظر مثل واحد يخلي نظارة سوداء على عينه كل الأشياء يشوفها من هذا المنظر اليهود كانوا يريدون نبيا يختارونه لا نبيا يختاره الله سبحانه وتعالى بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا يعني حسدا هذا مفعول لأجله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده الله يختاره إحنا نختار وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيارة إحنا من نتمكن نحدد الدائرة الله يحدد الدائرة الله يريد أن يعطي النبوة لبني إسماعيل ولا يريد أن يعطي النبوة لبني إسحاق ولكن هذه القضية لم يستطيعوا أن يهضموها وإذا بهؤلاء الأفراد الذين كان ينتظر أن يكونوا أول المؤمنين بهذا المنتظر وإذا بهم أول المتآمرين وأخطر المتآمرين على هذا النبي المنتظر مصالحهم الاقتصادية أصبحت مهددة أنتوا سويتوا لكم كيان في المدينة كان لهم كيان اقتصادي كان لهم كيان سياسي كان لهم كيان اجتماعي اليهود معروفون بالتخطيط والتفكير أي مدينة يرحون ينفضون في تلك المدينة يأخذون عصب تلك المدينة يأخذون سياستها واقتصادها واجتماعها وإذا بشخص يبرز يهدد كل هذا الكيان العالم اليهودي شاف إذا آمن بهذا النبي موقعه الاجتماعي سوف يضعف في تصوره قال الله مو هذا هو النبي النبي اللي كنا نبشركم به نبي آخر بعدين يجي الذي له موقع اقتصادي يهود خيبار يهود فدك شافه وجود هذا النبي كما يتصورون طبعا خطر على كيانهم الاقتصادي فكفروا بهذا النبي انتظارهم كان انتظار مشروط لا انتظار مطلق الانتظار المطلق يعني تسليم مطلق يعني تبعية مطلق طبعا جماعة منهم كان انتظارهم انتظارا مطلق اكو قضية قديما قرأتها الان ما اذكر تفاصيلها اجمال القضية كان عالم من علماء اليهود او من علماء المسيحيين في كنيسة في معبد يقرأ التوراة او الانجيل فوصل الى صفات النبي الخاتم صلى الله عليه وآله فسكت قطع تلاوت ما يتمكن يقول كان عنده خادم هذا العالم الخادم اجي يمه واخذ يتطلع الى الكتاب حتى يشوف شنو مكتوب في صفات هذا النبي فالعالم وضع يده على الكتاب قطع لا يشوف الخادم اخذ ايده وازاح يده واخذ يقرأ قرأ الصفات ثم ذهب الى النبي الاعظم صلى الله عليه وآله وآله احنا الان كالامم المتقدمة نعيش حالة انتظار وهذه الحالة من افضل الاعمال ان لم تكن افضلها على الاطلاق افضل اعمال امتي انتظار الفرج ولكن النقطة المحورية كيف نعيش حالة الانتظار اشلون نعيش هذه الحالة انتظارا مطلقا يعني تسليم مطلق الامام الحجة صلى الله عليه اذا ظهر تسليم مطلق عرفت هذا الامام الحجة الامام الحجة يثبت لك انه الامام الحجة ما تبقى هناك شبهة له بيّن له بيّنات شبهة ما تبقى عرفت انه الامام الحجة وانه هو الذي يقول الله ان هذا هو الذي يمثلني هل نتعامل مع الامام تعاملا مطلقا او تعاملا مشروطا من الناحية العملية الامام صلوات الله عليه يعيش فترة حرجة في بدايتها كيف نعيش في تلك الفترة جذورها الان يجب ان نهيئها احنا كل واحد مننا عد موقع موقع سياسي موقع اجتماعي موقع علمي موقع اقتصادي اذا حدث هناك تعارض بين الموقع وبين الامام ما الذي نفعل الان يجب ان نفكر في هذه القضية اشه المغاني كان يعيش فترة الانتظار اشه المغاني رجل عالم له موقع اجتماعي مهم كتبه ملأت البيوت وبيوتنا منها ملاء في تلك الرواية رجل متقد ولكن صار هناك منعطف صغير اشه المغاني ما كان مهيئ نفسه لذلك المنعطف واذا به يسقط في الامتحان واي سقوط هذا الرجل المتقدم الموجح واذا به يصل الى حال يصدر التوقيع الشريف بلعنه والبراءة منه احنا ممعرضين لهذا في منعطف 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 من المنعطفات قد يكون ذلك المنعطف في عهد الظهور قد يكون ذلك المنعطف قبل مرحلة الظهور بينما كان هناك شخص آخر ايضا كان له موقع اجتماعي مهم وتعرض لنفس المنعطف ولكن كان مربي نفسه مالك نفسه انتو متتمكنون في الموقع تكبحون انفسكم يعني روحوا ميدان الحرب قاتلوا تتمكنوا ما يمكن في الحرب ما يتمكن واحد يربي نفسه سنوات قبل لازم يربي نفسه وإلا اذا ما مربي نفسه اذا ما متهيئ يفر في ميدان المعركة ما يمكن واحد يقول انا في ميدان المعركة اربي نفسي انا في المنعطف اربي نفسي في المنعطف متتمكنت ربي نفسك في المنعطف واحد يسقط الشلمغاني ظهرت منه مذاهب ردية صدر لعنه والبراءة منه هاي آخرته وأما دنياه فأخذه السلطان الحاكم وصلب فخسر دنياه وآخرته شنو ذلك المنعطف الامام الحج صلوات الله عليه من تخبه وإن من تخب الحسين ابن روح أو روح رجل لعله في الدرجة العاشرة من الناحية الاجتماعية وهذا في الدرجة الأولى قال ليش الامام انتخب باك ما انتخب احنا يمكن في لحظة واحدة نتنازل عن كل شيء ممكن العالم عن موقعه الاجتماعي التاجر عن ثروته السياسي عن منصبه ممكن بل ممكن إذا واحد ربى نفسه من قلب الشخص الآخر اللي كان في نفس ذلك العهد ويعيش حالة الانتظار هو النوبختي النوبختي شيخ الكولين يعني أستاذ الكولين له جلال في الدنيا والدين شيخ المتكلمين في بغداد النوبختي ووجههم ووجههم والكل كان يترقب أو كان يترقب أن يكون هذا هو السفير الثالث وإذا بالإمام صلوات الله عليه ينتخب شخصا آخر فجاءوا إليه وقالوا له كيف أنت المترقب لهذا المنصب وهذا المقام لاحظوا الكلمة قال هم أعلموا ومختاروه هم يعرفون من يختار هذا في كتاب الغيبة راجعوا صفحة الغيبة للشيخ الطوسي صفحة أربعمية واحد وراجعوا أيضا في صفحة ثلاثمية واحد وتسعين يقول هم أعلم ومختاروه ولكن أنا رجل ألقى الخصوم وأناظرهم ولو علمت بمكانه كما علم أبو القاسم يعني الحسين بن روح وضغطتني الحج على مكانه لعلي كنت أدل على مكانه أنتو تعلمون الإمام الحج في هاي الغرفة صلوات الله عليه أكو براهين عقلية نقلية على إثبات الإمام الحج ولكن إذا ضغطتكم الحج يقول أنا الذي أناظر إذا ضغطتني الحج أروح أدل على مكان الإمام المفروض أن لا أدل ولكن ما أتمك وأبو القاسم فلو كان الحج تحت معنى العبارة عباءته مضمونها وقرض بالمقاريض ما كشف المفروض أن لا يكشف مالك الأشتر إهواي عند مقام عظيم مالك وما أدراك ما مالك لاحظوا نعي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لمالك عندما بلغه موت ولكن مالك مو من الحواري كما هو المعروف تسليم مطلق ما كان عنده هاي أحدى النقاط اللي في حياة مالك يعني تلك القمة من درجات التسليم في حرب صفين وصل قريب معاوية تدرون منه هو معاوية معاوية منبع الفتن كل خط ظلال ينتهي إلى معاوية هو الذي أبقى خطوط الظلال هو الذي صنع خطوط الظلال بعد دقائق يصل إلى معاوية ويقضي عليه الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه يرسل إليه إرجع إمام قال إرجع لازم ترجع قال لهذا الرسول قل للإمام دقائق لحظات مثلا وننتهي من معاوية وواصل حملته هذا هذا لا يمثل القمة في التسلي إمام يقول إرجع إرجعت مرة ثانية أو ثلاث مرات الإمام بعث إليه فرجع مالك آسف وبقي معه إحنا إذا كنا في موقف مالك ماذا كنا نفعل لا تصورون أتتركون فيما ها هنا آمني فد مرة الله يجيب لكم منعطة في الحالة الطبيعية لا نمتحان في الامتحان ما يجيب لكم أسئلة سهلة فالسؤال صعوب ما يجيب لكم مو أنتو تحددون منطقة السؤال تأخذون الكتاب للمعلم تقولون اسألني في هذا المكان هذا امتحان ما صار يباغتك بالسؤال فد مرة الله يسوي لكم منعطة وأي منعطة الله يدري وين يختبر يمكن واحد المال مو مهم عنده لعل الله لا يختبره بالمال السيد البروجر رحمة الله عليه كان يقول المال أي قيمة مائلة في نظري يمكن المال عندكم أي قيمة مائلة بس شيء ثاني إلى أهمية في نظركم واحد المال مهم في نظره واحد الموقع مهم في نظره واحد الاستقرار مهم في نظره واحد السمع مهم ما في نظره الله يمتحنف في تلك النقطة لذلك أكو في الأحاديث على ما ببالي إذا واحد مؤمن في آخر الزمان يموت الملائكة تتعجه شلون ما تمؤمن مع كل هذه المغريات يعني القضية مو قضية سهلة هاي الرواية ولو مو متعلقة بصلب موضوعنا بس نذكرها أيضا وعاديا إذا حبيت وراجع الرواية في مرآة العقول صفحة 160 مجلد 26 يقول عن أبي جعفر عليه السلام أبو جعفر يعني الإمام الباقر صلوات الله عليه قال أبي يوما وعنده أصحابه من منكم تطيب نفسه أن يأخذ جمرة في كفه فيمسكها حتى تطفى نحن الآن إذا كنا في ذلك المجلس جمرة من نار ملتهبة الإمام يقول من منكم يأخذ هذه الجمرة ويضعها في يده حتى تنطف إذا احنا جن شنو كان موقفنا الأصعب من هذا قضية التنور اللي الإمام قال له روح أقعد بالتنور في قضية أخرى من منكم تطيب نفسه أن يأخذ جمرة في كفه فيمسكها حتى تطفأ قال فكاع الناس كلهم يقول كاع إذا هبته الكل اللي كانوا حاضرين كاعوا وهابوا فقمت الوصف وهابت وإنه وإنه أهل وإنه وإنه أهل وإنه وإنه لنعرف أهل الفعل والوصف معا أهل 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 الموقف وما كان هذا منا تعاميا عليكم بل لنبلو أخباركم ونكتب آثاركم فقال والله لكأنما مادت بهم الأرض حياء مما قال حتى إني لأنظر إلى الرجل منهم يرفض عرق عرق يسير ما يرفع عينيه من الأرض فلما رأى ذلك منهم قال إلى آخر الرواية أقرأ لكم هذه الرواية أيضا هذه الرواية مذكورة في غيبة النعماني صفحة 297 عن الإمام الصادق صلوات الله عليه إن الإمام المهدي باللفظ الخاص الذي يقام لأجله إذا قام أتى الناس وكلهم يتأول عليه كتاب الله ويحتج عليه من ذلك الكفار هم يتأولون كتاب الله على الإمام ويحتجون على الإمام الثاني ماذا فعل احتج على النبي بكتاب الله وكتاب الله الناطق موجود وهو النبي الثاني قال للنبي ألم ينهك الله عن ذلك عندما صلى النبي صلى الله عليه وآله على ذلك المنافق عبد الله بن أبي يحتج عليه بكتاب الله يتأول عليه كتاب الله أكو في رواية أن الإمام صلى الله الله عليه يتخذ موقفا في المدينة بس شنو ذلك الموقف لا يمكن أن نذكره جماعة يقومون ضد الإمام ليش اتخذت هذا الموقف أنت تقبل أن هذا إمام لو ما تقبل أن هذا إمام إذا تقبل كيف تقف أمام إمامك في بحار الأنوار مجلد 52 صفحة 375 عن الإمام الصادق صلى الله عليه يحدثكم بحديث لا تحتملونه فتخرجون عليه فتقاتلونه بعظم هالشكل في روضة الواعظين صفحة 264 عن الإمام الباقري صلى الله عليه إذا قام الإمام صلى الله عليه لا يترك بدعة إلا أزالها ولا سنة إلا أقامها هذا يحتاج إلى توطين النفس النجاح الكل يتوقف على مجموعة من النجاحات الجزئية النجاح في نهاية العام تكريس للنجاحات المتقدم إحنا لازم نروض أنفسنا في الاختبارات الجزئية إذا تمكننا بإذن الله أن ننتصر في هذه الاختبارات إن شاء الله هذا يكون تمهيد للانتصار في ذلك النجاح الكل وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شعرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يسكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي